علي نور الدين بمقال لإلك بدي أنطلق معك من التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حتى نرجع كمان للمصارف وللدولار وللأسعار بمقال لإلك من كم يوم بتقول الاستابلشمنت اللبنانية ترتجف رياض سلامة يعرف الكثير عننا رياض الذي يعلم أكثر مما يجب الخوف من الخارج على السلامة أن يبقى هنا تحول في تعامل الاستابلشمنت مع رياض سلامة عنوين جذابة أو عنوين مثيرة فتفاضي نعم فتفاضي عنوين مثيرة لمقال لإلك عن كيفية التعامل مع حاكم مصرف لبنان وعن خوف السلطة من افتضاح أمر لأنه يعرف الكثير عنه صحيح فضل شح لي وهو واضح يعني أنا اللي كتعم جرب بقوله بهذا المقال واضح أنه مؤخرا صار فيه تحول بطريقة تعامل السلطة مع ملف حاكم مصرف لبنان والتحقيق معه انتقلت تدريجيا من محاولة حمايته وتأخير التحقيق وعرقلة التحقيق لمحاولة استيعاب التحقيق محليا وهذا اللي شفناه بتقديم الإدعاء بعد تأجيل طويل هذا اللي شفناه بطلب الإدعاء اللي قدمته هيئة القضايا على حاكم مصرف لبنان كل هايدي مؤشرات بتدل أنه بلشوا يحاولوا يستبقوا التحقيقات اللي عم بتصير برا بمعنى آخر إذا بدوا يحكي الأفضل يحكي هون إذا بدوا يتحاكم الأفضل يتحاكم أولا هون لأنه هن عارفين أنه حاكم مصرف لبنان عنده خيار أو عنده القدرة أنه يروح لبرا ويجرب يعمل تسوية على ملفه تسوية قد تشمل دفع مبالغ معينة كعقوبات وقد تشمل تقديم معلومات معينة الشي اللي صار بالتحقيقات بآخر يومين تحقيقات اللي شفنا طبعا التحقيقات شملت ملفات واسعة سألوا عن مهامه بالحاكمية 196 سؤال صحيح سألوا عن الصلاحيات سألوا عن حياته الشخصية عن مسؤولية قرارات معينة مين أخذها ولكن كل هايدي كانت عم تنترجده من محاول التأكيد أو أخذ رده على ملفات هنة قراري حققوا فيها وصار عنده معطيات حولها المسألة الأساسية أو خط الدفاع الأخير وأنا حابب أحكي عن هيدا الموضوع لأنه برأيي كتير حنسمع عنه بالأيام اللي جاي خط الدفاع الأخير لحاكم مصر في لبنان كان متمسك فيه بالتحقيقات ورجع فرجاء بالبيان هو محاولة إثبات أنه هيدا الأموال اللي تحولت للخارج هي أموال خاصة وليست أموال عامة إذا بدنا سريعا بس نوضح خط الدفاع هيدا شو هو بالزبط عن شو عم يحكي هون شو هي الأموال الخاصة الشبهة الأساسية اللي عم تنظر فيها التحقيقات أنه في عنا شركة فوري هي شركة وهمية لم تكن موجودة فعليا العقد اللي تم توقيعه مع مصرف لبنان عقد وهمي ما قدمت هيدا الخدمات لمصرف لبنان ولا للمصارف العمل كواسيط مالي المصارف اشترت سندات يوروبونتس من المصرف المركزي ودفعت فوق ثمنة عمولي كان من المفترض أنه هي رايحة للمصرف المركزي حسب العقود وحسب شهادات المصرفيين اللي حكيوا بالتحقيقات ولكن هيدا الأموال بدل ما تروح للمصرف المركزيين حطت بحساب وسيط وحولت للخارج على حساب شركة فوري فإذا عم يجي حاكم مصرف لبنان هون يقول أنه هيدا أموال خاصة بالمصارف من خلال هيدا الاتجاه وهذا الشي اللي حنسمع عنه كتير بالفترة الجاي واللي حيكون محور عمل فريق الدفاع عن حاكم مصرف لبنان عم يجرب يطلع من تهمة اختلاص الأموال العامة واللي هي التهم الأخطر وأن في تهم أخرى ما هيطلع مننا بهذه الحجة يعني إساءة استعمال النفوذ وصرف النفوذ هذه كل ياتها ما بيطلع مننا بهذا الموضوع ولكن على الأقل ببعد مسألة اختلاص الأموال العامة وطالما أنه المصارف ما عم بتلاحقه بمسألة هذه الأموال هو بيكون حياة حاله في ثلاث اشكاليات أساسية بهذه المحاولة للدفاع عن نفسه أولا واضح أنه المحققين معتبرين والإدعاء اللبناني أيضا معتبر وكما فيه إدعاء بحقه من النياب العامة الاستقنافية في لبنان أنه مجرد ما هذه الأموال اندفعت بالعقود لمصرف لبنان ودخلت إلى مصرف لبنان والمصرفيين قالوا نحن ما عارفين بوجود شركة فوريو ما قدمت لنا هذه الخدمات تلقائيا هاي أموال عامة أما وضعها بحساب وسيط وتحويلها للخارج هذا ما بيجعلها أموال خاصة هذا بالعكس هذا جزء من العملية لا تملك المصارف حتى لو تواطئت معه بهذا الموضوع وحق أنه تدعي أنه هاي أموال خاصة فيها وتتنازل عنها وتقول أنه أنا مش متابعيتها وإذا أرادت أنه تفوت بمحاولة من هيدا النوع هو واضح أنه ما فاتت بمحاولة من هيدا النوع لأهلأ لأنه بالعكس عم تنفي معرفتها بشركة فوريو حتكون عم بتحط حالة بموقع المتواطئ معه على أموال المدعين لأنه حتى إذا هي أموال خاصة هي مش أموال لأصحاب المصارف لا يقدمونوا إياها كدوية أموال المدعين لحقنا به المصارف واللي في عندنا مشكلة كبيرة هلأ عم نطرح أسئلة وين هي أموال المدعين وين راحت في جزء مننا بهيدا الموضوع صار عمين حكى عنه سؤال سريع البعض يعتبر أنه رح يصير فيه توليف قضائية محلية لتبرئة حاكم مصرف لبنان وهذا ما تسعى إليها السلطة السياسية ما خافت أن يفضحها هيدا الشي مستبعد جدا جدا هلأ دعي حاكم مصرف لبنان للتوجه على فرنسا بأي يار وسأل وهو سأل القاضي بسرقابي شربل أبو صمر قال أنه قال نحنا ما خصنا بهيدا الدعوة نحنا بنرفض أن نكون عم نبلغ هيدا الدعوة لكن هو دعية لفرنسا لحتى ينحكى معه هونيك وسأل هو أنا عم بتوجه بأي صفة ما أخد إيجابي عليها أنا أرجح هو بالقضاء الفرنسي يفترض أنه يكون في مواجهة معه قبل ما يتم الإدعاء عليه جوابه ببيروت بآخر يومين قبل بي انتهي الأسبوع كانت هيدا اللحظة المفصلية هون تمت المواجهة معه وأنا أرجح أنه دعوته على فرنسا لحتى ينقل له أنه هو صار مدعى عليه بهيدا الملفية هلأ تم الاستماع له كمستمع عليه كمعني بالموضوع نعم مش كمتهم طبعا 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 دكتور فحيلي هيدا هالموضوع كله كيف بأثر على النظرة الخارجية تجاه الوضع اللبناني وعلى يعني مدى الثقة بالمصرف المركزي هلأ هو بالوقع عم بتسمع على أستاذ علي وذكرني بقانون موجود عنا بلبنان بعد سنة 62 بيحمل الوزير مسؤولية بأمواله الخاصة على أي نفقة خارج إطار الاعتمادات المقرب الموازن الوزير الوزير على أمواله الخاصة نعم الوزير وكم في وزير صرف خارج أمواله خارج الاعتمادات يعني اليوم نحن الإضاءة على رياض سلامة على شخص رياض سلامة أنا بعتقد للتمويه على كل ارتكابات الخاطئة من سنوات الهديت اليوم لأنه ولا ممكن شخص واحد يتحمل مسؤولية لأن السلطة النقدية بتنفس قرارات السلطة السياسية حسابات الوزارة المالية بيرعب بمصرف لبنان بيحركها بأمر من وزير المالية وزير المالية بيتحرك ضمن الموازنة وزير المالية بيتحرك ضمن السلطة التنفيذية الآن فيما خص نصرة الخارج نحن منلاحظ أنه بس قبل نصرة الخارج وكأنك عم توحي أنه السلطة السياسية بدأت تعمل كبش محرقة حاكم مصرف لبنان بعتقدت التوجه رايح بها الاتجاه هذا لأنه أنا إذا بتيحسب على كل واحد أساء باستعمال المال العام في كتير غيره بالضبط إضافة إلى أنه بس مدام هيك فأزن حاكم مصرف لبنان بهالحالة قادر أنه يفضح الكثير من الأمور التي هو كان شاهدا عليها وبيعرفها هون أهمية الإدعاء بهذا المال لا 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 بدي روح بها الاتجاه بس هيدا واقع أنا بدي أحكيك بالواقع اليوم أتتحرك القضاء الأوروبي ما في ولا مصرف مراسل أوروبي أطع عليك بالمصرف التجارية اللبنانية اشتركوا في القناة